اليمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد بيتكلم عن أضرار الجماع من الخلف بيقول إذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض أكس في الكلام ده إذا كان ربنا حرم الوطأ الجماع يعني في الفرج لأجل الأذى العارض لأذى العارض اللي هو يقصد الحيط فترة نزول الدم إذا كان ربنا حرم ده إنك ما تجمعش في الحيط عشان فيه أذى عارض لمدة خمس ستة إيام فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى الموضع اللي هو محل الضبر يعني محل الأذى اللازم يعني وهو دايما موضع أذى لأنه بينزل منه أذى فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل يعني الواحد لو جامع زوجته من الخلف ده يؤدي آه قد يؤدي لانقطاع النسل والذريع القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبياني وأيضا بيتكلم عن الضررتين فللمرأة حق على الزوج في الوطء حقها عليه أنه يجمعها ووطءها في ضبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها هي حقها أنها تجمع فين في القبل لو جامعها في الضبر ما خدتش حقها إن ذا الطبيعي أنه يجمعها في قبلها وأيضا فإن الضبر لم يتهيأ لهذا العمل مش مجال ولم يخلق له وإنما الذي هويئ له الفرد فالعادلون عنه إلى الضبر خارجون عن حكمة الله وشرعه وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم اسمعوا الكلام هذا الناس اللي بتتهاون أو الزوجة اللي بتلبي غرض زوجة أو بالطوى اعترضي وامتنعي وإن وصل الأمر إلى الطلاق لأن هذا فعل شال لأن صاحبه ملعون لأنه يمنع البركة لأنه يجلب الشر ويجلب المرض ويجلب الخطر ويجلب الضرر وأيضا من أضرار الجماعة في الضبر فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم فإنه يجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه يبقى أنت جلبت اللي بيعمل ده مقت ربنا ولعن ربنا وترد ربنا لي وغضب ربنا لي وعدم نظر الله إليك فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمن وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه لما جاء أو سئل سيدنا علي كما في السنة الكبرى للبيهقي سأل رجل علي عن ذلك فيه راجل بيسأل سيدنا علي عن مسألة الجماعة من الضبو فسيدنا علي يقول له سفلت أو سفلت سفل الله بك سفلت يعني أنت إيه عملت حاجة تحت أويه من أسفل يعني من السفل سفلت أو سفلت سفل الله بك أما سمعت الله يقول أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إبدا أمر ينبغي التوبة منه وينبغي الرجوع عنه وينبغي عدم فعله وعدم الإقبال عليه وعلى المرأة أن تقول لزوجها لا وأن تعارضه وأن لا تطيعه حتى وإن وصل الأمر إلى أن يفرق بينهما كما قال ابن تيمية طيب يا مولانا لخطورة هذا الأمر حكم الاستمتاع بالموضع في الخلف هل هذا يجوز؟ نعم يجوز ولا شيء فيه الحرمة فقط أن تجامع من الخلف أو أن تجامع في الضبر كما بيّن القرآن الكريم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إيه تلحرث؟ اللي هو موضع الحرث موضع القبل مش إنك تجامع زي من تعاوز لا جامع زي من تعاوز في القبل وليس كما تريد في أي موضع ولا في أي مكان عندنا موضعين متفق على حرمتهما الجماع في الضبر والجماع وقت الحيض في القبل ما سوى ذلك جاز للرجل أن يستمتع بزوجته وأن تستمتع بزوجها أعرف أن الموضوع حساس وأعرف أن الموضوع قد لا يروق لبعض الناس أو للكثير سواء من الرجال أو النساء لكن صدقون هذه مسألة تناولها القرآن وتناولتها السنة وتناولها العلماء كما ذكرت لحضراتكم قول ابن قدامى في المغني وقول ابن القيم في زاد المعاد وغيرهما بالإضافة إلى القرآن والسنة كما أن هذه مشكلات تصلني وتأتيني وهي مشكلات أليمة وعصيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأزواج لما يرضي الله سبحانه وتعالى